صوب الحنانة في النجف تتجه الانظار بانتظار موافقة السيد الصدر على لقاء قادة الكتل السياسية مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تحمل في جعبتها عدة ملفات ابرزها الية حل البرلماني ويجراء انتخابات مبكرة وامكانية تغيير قانون الانتخابات وشكل الحكومة المقبلة لقاء قد يحدد مستقبل العملية السياسية في ظل اقتراب موعد تقديم مبعوثة الامم المتحدة في العراق احاطتها امام مجلس الامن الدولي اعتقد ان هناك اشارات ايجابية سواء من الاطار او من التيار ان هناك ستكون مبادرة تختلف عن كل المبادرات خصوصا ان السيد هادي العامر والسيد البرزاني والحلبوسي سيطرقون هذه المبادرة اعتقد ان هي ستكون خارطة الطريق وبالتالي هناك اسبوعين تفصلنا عننا احاطة السيدة بلاس خارطة يوم 14 ولذلك يجب ان تكون هناك اجواء ايجابية قبل هذه الاحاطة المرتقبة اعلان قوى الاطار التنسيقي جمعهم تواقع اكثر من 170 نائبا لعقد جلسة مجلس النواب لم يمنعهم من استمرار محاولة الاجتماع مع التيار الصدري للتفاهم حول آلية حل البرلماني واجراء انتخابات مبكرة تخويلهم رئيس تحالف الفاتحاد العامري وتأييدهم لمساعي رئيس الاقليم ورئيس مجلس النواب قد يكون حبل النجاة الاخير للاحزاب التقليدية لا نذهب للتحدي المادام اكون مجال للتشاور على الا ان تشاور الا ان ينتهي هذا التشاور واتمنى ان لا ينتهي بصراحة الى ابواب مسدودة ومغلقة او اذا كان وصلنا علينا ان نفتح باب البرلمان في اي شكل نشك وبعيدا عن موافقة السيد الصدر لقاء قادة الكتل من عدمها فان آليات الحل للازمة السياسية واصلاحها التي من المفترض ان يتم التباحث حولها هي من ستحدد مصير العملية السياسية احمد عرام العراقية الاخبارية بغداد